أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال بدء المرحلة السادسة من صرف المساعدات النقدية الطارئة عن طريق اليونسيف للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والممولة من البنك الدولي غدا الأحد الموافق السادس من أكتوبر وقالت الكمال في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أن عملية الصرف تستهدف أكثر من تسعة ملايين مستفيد في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة وغير المحررة وسيتم الصرف عبر بنك الأمل لتمويل الأصغر وبنك الكريمي لتمويل الأصغر وأضفت تالكمال أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي واليونسيف على تمديد التمويل لمراحل صرف المساعدات إلى سبتمبر 2021 موشدة باستجابة البنك الدولي لتمديد تمويل المراحل القادمة وأوضحت أن مراحل الصرف الخامسة السابقة استهدفت أكثر من تسعة ملايين مستفيد في كل مرحلة موجهة شكر لكافة صناديق الرعاية الاجتماعية في المحافظات والجهات ذات العلاقة التي سهمت في إنجاح المراحل من عمليات صرف المساعدات